بتطلع معاك طريقة او بتشرب زيت ولا بتطلع معاك كده وانت بتسويها بتفرش معاك وتعمل فقهات واسعة وكمان الفقهات دي بتوصل للارضية بتاعة الاطايف النهاردة هنعملها بانجح طريقة لا وكمان هنعمل بكوباية واحدة بس من الدي قبر كمية من الاطايف وتوفير بقى ودعي شراء الاطايف وبعد كده مش هنشتريها خالص لان احنا نعرف نعملها في البيت وكون نكحة معانا جدا كوباية ونص من المية الدفية والكوباية اللي تستعمليها تكون نفس الكوباية اللي هتحط بها كل المكونات يعني تكون نفس المقاس ومعايا كمان كوباية مليانة كده من الدقيق بتكون ضغطها كويس ونص كوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة لو مش موجود عندك يبقى تحطي ربع الكوباية من الدقيق العادي والربع التاني بتكمليه نشا يعني حوالي معلقتين كبار من النشا على كمية الدقيق اللي هتحطيها وكمان معايا معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة وده السر بقى بتاعي اللون القطيف اللون الدهب الجميل اللي انتو شفت في البداية ومعايا كمان هنا نص معلقة صغيرة بس من الخميرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهبدأ ان انا اخلط كل الحاجات دي كده مع بعض طبعا لازم نقلب كويس علشان دي يستمت طبعا لو هم توسط كده بيفضل منه حبيبات في العجينة بعد كده معايا كمان هنا ربع كوباية من المياه السخنة بتكون سخنة مش دافية وبحط عليها ربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو السوديوم او الكربوناتو وهبدأ ان انا دوبها كده لحد ما اتأكد ان ايه ده بيتمعايا في المياه خالص وبعدين باخدها وحطها على العجينة طبعا هنا في الخطوة دي بقى ممكن تاخد العجينة تحطها في الخلاط او تكملي بالهند بلندر زي ما انا هعمل كده هنتأكد بس ان العجينة اختلطت معانا كويس يعني دقيق السميد ده بيمحتاج يعني تقليب شوية علشان يدوب اما بقى لو انت عاملة بدقيق عادية طبعا مش ياخد معاك تقليب كتير زي ما قلنا لو مش متاع عندك الديق السميد او دقيق البسبوزة يبقى هتحطي كوباة ربع من الدقيق والربع التاني بتحطيه من النشا وهبدأ بقى ان انا اخد الخلط ده وصفي كده في مصفى علشان اتأكد انه ميش في اي دكتلات خالص وهتشوفوا معايا دلوقت انه بطلع فعلا في حاجات خشنة لسه مدبتش ايه زي ما انت شايفين وهنا بقى مش هنستنى لما العجينة تخمر ولا اي حاجة ولا حتى عشر دقيق انت يدوب هتريح العجينة خمس دقيق وتشتغلي بها على طول ولازم اتصل احنا هنشتغل بها على البدو جاز ونحط فالق طيب تكون تقيلة كده ومحملة يعني ما تكونش القعدة بتاعتها من تحت خفيفة علشان كده مش هتساوي معانا القطيب كويس المهم تكون يعني القعدة بتاعتها من تحت تقيلة علشان اهم حاجة في نجاح القطيف هي الطاصة اللي هتستعملها هي اللي هتطلع معاك الشيكل اللي انت شايف هذا واهم حاجة برضو ان تكون الزبطة النار تحت الطاصة يعني الطاصة بتكون سخنة لكن النار اللي تحتها بتكون زي شمعة يعني اصغر حاجة عندك في النار بتخليها تحت الطاصة علشان كل ما تعلن النار كل ما تلاقي ان القطيف اول ما بتحطها بتفور يعني تلاقيها تعمل فتحات اوسع وكمان بتاخد لون بسرعة فعلشان كده النار بتكون زي شمعة كده تحت الطازة علشان تطلع معاك القطيف مزبوطة بالشكل اللي انت شايفها ولما بنطلع القطيف من على النار بناخدها على طول نفردها على فوطة طبعا مش محتاجة ان هي تضغطها لا افردها بس على فوطة يا ما شاء الله بتفضل طريقة حتى لو سيبتها مكشوفة طول ما انت شغالها المهم بعد ما تخلصها على طول لازم تحشيها علشان الاطراف بتاعتها ما تنشفش ولما تجي تحشيها وتقفلها تتقفل معاك كويس واللبن البدرة اللي احنا حطناه هو اللي بيدينا اللون الدهب اللي انتو بتشوفو ده في القطيف بيديك لون حلوة او من ورا وطبعا هنا بقى هوريكو برضو حاجة حلوة او في القطيف ان هي من تحت كده الفتحات بتاعتها يعتبر ما فيش اي فتحات من تحت نعمة جدا ولو حشتها اي حشوة حتى لو كانت مهلبية او الاشطة الكدابة وكانت سيلة شوية عمرها ما تطلع برا من القطيف ولا من الفتحات النعمة اللي انتو شايفينها دي لان هي زي ما انتو شايفين ما شاء الله من تحت كده مقفلة كويس ما فيش فتحات واسعة ده دليل برضو على نجاح القطيف يلا نبدأ بقى نحشها مع بعض انا هنا حطيت كم واحدة كده من الزبيب وبعدين هنحشيها بالاشطة الكدابة برضو هسيب لكم الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف لو حابين تشوفوا الطريقة هنا خلصت كل الكمية زي ما انتو شايفين طبعا انا بحب حشبة المهلبية اكتر او القشة الكدابة في القطيف وبحبش هنا المكسرات في القطيف فعلشان كده بعملها على طول بالمهلبية او بالقشة الكدابة هنحط بقى الزيت هنا بيكون السخنية بتاعتهم السخنة اوي علشان ما يبدأش يدي لون للقطيف بسرعة يعني تاخد لون وتبقى العجينة نفسها طرية يعني القطيف هتلقاها بعد ما تسقاب الشربات تكون طرية علشان تفضل معاك مقرمشة يبقى لازم تخلي الزيت يكون سخنة كده متوسط والنار تكون هادية علشان القطيف تاخد وقتها على النار وتتقرمش معاك كويس جدا شايفين بقى اللون بجد لونها جميل جدا زي الدهب هنا بقى بتاخده على طول وتنزلها في شربات يكون بارد وتقيل علشان تفضل معاك برضو مقرمشة الشربات ما بيكونش خفيف للقطيف علشان لو خفيف يبقى القطيف هتترى معاك بسرعة هنا بقى انا بحط على كده حاجة بسيطة خلص من الشربات طبعا انت لو حابة تحطها على طول في الشربات وتشيليها تحطها في مصفة زي ما انت حابة وبكده بقى معانا احلى طبق حلويات في رمضان عملنا في البيت بكوبة واحدة بس من الدقيق ومعانا كمية ما شاء الله كويسة جدا شايفين بقى معايا عاملة ازاي ماليانا كده بحشوة المهلبية وطعمها جميل جدا حط لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو اول مرة بتشوفوني ويريك كمان ما تنسوش تفعالوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل الجديد وكون اول ناس يوصلكوا فيديواتي اول باول اشتركوا في القناة